موسيقى نحن نعتقد أن بورصة مسقط هي القصة القادمة في الخليج باعتبار أن أغلب اسواق الخليج انتقلت إلى تصنيفها كأسواق ناشئة وبالتالي بورصة مسقط الآن جاهزة أنها تنتقل إلى أو يتم ترقيتها إلى بورصة ناشئة وبالتالي نحن نريد أن نعرف مجتمع المستثمرين بشكل عام سواء كان محليا أو عالميا وهذا من ضمن المبادرات التي نحن نعرف فيها المجتمع الخارجي على المبادرات التي تصير في بورصة مسقط لترقيتها ويتم تصنيفها إلى بورصة ناشئة وبإذن الله الخطط التي تمت على مستوى البورصة كبنية أساسية لأسواق المال وأيضا على مستوى اللاعبين الرئيسيين في السوق منهم جهاز الاستثمار العماني وخطة التخارج التي تدعم البورصة إن شاء الله في الفترة القادمة الفترة الماضية جهزنا كل المتطلبات الفنية التي تحتاجها المؤشرات العالمية لعادة تصنيف البورصة إلى بورصة ناشئة من ضمنها له 22 معيار الخاصة بطرق التعامل وبعض التعريفات والتصنيفات الموجودة داخل السوق وطريقة التسويات وغيرها وهذه طبعا مستوفية من عندنا من فترة طويلة الآن تركيزنا بشكل أساسي على حجم السوقي للشركات المدرجة على الأسهم الحرة لهذه الشركات وأيضا على سيولة هذه الشركات من ناحية حجام التداول التي تم عليها ومتوسط التداول اليومي عليها وبالتالي هذا التركيز خلال الفترة القادمة هدفنا الرئيسي أنه نحن نكون في خلال السنتين القادمات موجودين ضمن قائمة المراقبة إن شاء الله السنة القادمة هو الهدف الرئيسي ولكن يعتمد على الإدراجات وحطتها خلال الفترة الجاية إن شاء الله ومن ثم ندخل في قائمة المراقبة وخلال هذه الفترة نحن لا نريد فقط نوفر الحد الأدنى للمتطلبات هدفنا أن نخلق الهامش الإضافي الذي يضمن أن نتم ترقية البورطة وبقائنا ضمن الرادار العالمي لهذه المؤشرات طبعا الخطة مبنية على أنه لحد الأدنى ثلاث شركات لكن هدفنا أن نكون أكثر من ثلاث شركات ومن ثم يتم إضافة شركة إلى المؤشر وأيضا مجرد ما يصير فيه ترقية مثلا إذا نتكلم عن MSCI كأول هدف ينتقل الهدف الثاني يكون أن ندخل فيه مؤشرات الأخرى مثل جيمي مورغان وفوتسي فممكن استفاء متطلب واحد يفتح لنا المجال لأن نستوفي المتطلبات الأخرى خاصة أنه فيه اختلافات فيه طريقة احتساب الأسهم الحرة فيه طريقة الحد الأدنى للماركت كاب عدد الشركات أيضا فيه اختلاف ما بين المؤشرات طبعا أنا أرجع وأقول نحن مؤسسات البنية الأساسية للأسواق بالتالي هدفنا نوجد بنية أساسية تتيح لكل المستثمرين أنهم يتعاملوا معنا بشكل مباشر وهذه كلمة أنا دائما أعيدها في كل مقابلاتي لا يوجد جواز سفر للاستثمار الاستثمار ينتقل بين الدول بكل أرياحية وبكل سهولة خصوصا أنه عجود تطبيقات وجود تشريعات مفتوحة تسمح للمستثمرين ينتقل من بلد إلى آخر وبالتالي الآن التنافذ أصبح بالمنتجات أكثر ما أصار بالحوافز الأخرى لذلك ربطنا مع أسواق الخليج بشكل أساسي يعمل إمكانية للمستثمرين أنهم ينتقلوا ما بين الفرص الاستثماري المتاحة في الخليج بشكل سلس ومباشر تبادل هب ربطنا مع أبوظبي والبحرين في هذه اللحظة وأيضا الآن فتحنا المساحة أننا نطبط بأستانة وهو كازاخستان والأسواق القادمة بإذن الله لعل الآن يبقى على الشركات المصدرة أنها تبدأ تتنافس وتبرز في الأسواق الأخرى فمثلا الشركات العمانية تبدأ تسوق نفسها في الأسواق في أبوظبي وفي البحرين وبالتالي تجدوا بالمستثمرين أنهم يدخلوا الهدف الذي كنا لم نتظرينه كنا نركز على الاستثمار للمستثمرين خاصة الأفراد أنهم يستثمروا في الخليج مباشرة عن طريق تبادل هب الآن شفنا بعض المنتجات الأخرى ممكن تدخل من ضمنها صناعة السوق فصانع السوق المرخص في سوق آخر يحب أنه يتوسع ويدخل في أسواق أخرى من خلال نفس التواصل المباشر أو الربط المباشر لأسواق من خلال تبادل هب بدل أن يرتبط وينتقل ويفتح فرع الآن ممكن يستخدم هذه الهب أو هذه المنصة أنه ينتقل الأسواق أخرى وهذا الذي نحن نترجاه ليس فقط مستثمرين ولكن أيضا وسطاء مهنيين أيضا تحفيز موضوع التغطية البحثية الأبحاث التي تصدر عن شركات الآن ما مربوطة فقط بالشركات العمانية أيضا الشركات التي رابطت معنا عن طريق تبادل هب ممكن أيضا تستغل هذا الربط وتبدأ تعمل تغطية لشركات المدرجة في الأسواق الأخرى السوق السعودي عملنا معه من البداية أنه نحن نربط معه ونخلق إمكانية لدراج المستواج ونحن كبورسة كان هدفنا الأساسي أنه نحن نوجد آلية تقييم أفضل للأسعار خصوصا أنه لدراج المباشر أو لدراج المزدوج راح يتيح للمستثمرين في البلد الأصلي أن يشوف التفاعل في البلد المضيف أو بلد الثاني اللي يتم فيه تداول الأسهم وبالتالي هذا يعمل حركة للسهم ويرجع للسعر الحقيقي للسهم خاصة أنه في كثير من الأسهم العمانية بسبب قلة التداول تداول بأقل من قيمتها الدفترية وهذا بأحد ذاته يجعلها جذابة ولكن العدب موجود سيولة ما ماخذها حيزها أو قيمتها حقيقية الإدراج المشتركي يعالج هذه المشكلة وبالتالي نحن شغالين عليه نحن الآن جاهزين تماما لأي شركة تحب أنها تدرج يبقى الآن قرار تجاري بحث بالشركات أنها تقرر أنها تدرج في السوقين فبالتالي الإمكانيات الفنية منتهية مكتملة تماما يبقى فقط الحافظ التجاري شغالين بشكل مباشر مع السوق السعودي أنه نحن نسوق الفكرة للشركات المدرجة في البداية في سلطة هانة عمان ومن ثم نتحن مجال لأي شركة مدرجة في السوقين أنها يدرجوا كإدراج مشترك بين السوقين استراتيجية البورصة فيها محور رئيسي اللي هو استخدام التقنيات اللي هو خلنا نقول البورصة المستقبلية وكان أحد المشاريع الأولى أنه نحن نقلل عدد التطبيقات الموزعة أو نبعثها لتخدم المستثمرين ونجعلها في تطبيق واحد موحد خاصة في مؤسسات البنية الأساسية للسوق فنحن نتكلم عن شركة مسقط المقاصة والإيداع باعتبارها تخدم المستثمرين مباشرة وبورصة مسقط باعتبارها تبثل الأسعار وتعطي إمكانيات التداول فكان أول مشروع مرحلة الأولى أن ندمج هذا الأثنين والذي سيتم إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة المرحلة الثانية أنه نحن أيضا نمكن للوسطاء أنهم يقدموا خدمة التداول عبر نفس المنصة فبالتالي المستثمر اللي هي خلينا نقول تجربة المستثمرين تكون سلسة وسهلة ومرنة وتكون في تطبيق واحد بدلا بما تكون في عدد تطبيقات الآن وجدنا أنه نحن كمؤسسات بنية أساسية نوجد هذه الحلول بحيث أن الشركات الوساطة ترتبط فتكون رحلة المستثمر مكتملة من A تزد بداية بفتح الحساب الشراء ودفع قيمة الشراء البيع والسلام قيمة البيع وأيضا للحقوق اللي تصير في فترة تملكهم للأسهم تصير بشكل آلي وممكن يتحكم فيها عن طريق التطبيق هذا فهذا مشروع وطني قاسي ننسويه في الفترة الحالية تمكن الجميع من أنه أيضا يكتب من خلال هذه المنصة بورصة مسقط الآن كمنصة للتداول وكمشغل للبورصة وأحد شركات ابنيني الأساسية أكملت كل المطلوب بحيث أن يكون المجتمع الاقتصادي يتفاعل مع البورصة وبالتالي لتنصب من رؤية عمان 2040 كل الفرص اللي بتطلع من هذه الرؤية طبعا تشمل مشاركة القطاع الخاص وبالتالي هنا كيف القطاع الخاص ممكن يمول مشاريع عبر البورصة أو يدخل القطاع الخاص في شركات حكومية من خلال مشاريع التخصيص أيضا أحد مؤشرات الرؤية اللي هو معنية بالتنويع الاقتصادي وبالتالي خروج الحكومة من مشاريع حاليا والدخول في مشاريع مختلفة لها جدوى اقتصادية وتضاف للبلد أيضا استقطاب الاستثمار الأجنبي والذي هو أفضل طريق الاستقطاب المستثمر الأجنبي عبر الأسواق المالية وليس عبر البحث عن شركة استراتيجية وبالتالي هذه بعض الأهداف اللي موجودة في رؤية عمان 2040 نحن كملنا كل المتطلبات اللي يحتاجها الجهاز الاستثمار العماني واللي يحتاجها الحكومة العمانية وأيضا أصحاب الأعمال بحيث أن يستخدموا البورصة كمنص التمويل منص التخارج واضحة فيها كل ما يسمح للمستثمرين بالتعامل بشكل سلس وأيضا نحن ما نفرق بين المتعاملين أبدا عندنا المستثمر مستثمر سواء كان أجنبي أو محلي وبالتالي يلتقي يعني يكون عنده نفس الحقوق يكون عنده نفس الحدود في الاستثمار فما في حدود الاستثمار من التاح 100% سواء كان محلي أو أجنبي أو خليجي هذه كلها أكملناها كمنظومة متكاملة وبالتالي الآن يبقى فقط التفاعل التجاري في البورصة واللي يخلق الحركة ويخلق النشاط